شغل حرية كرامة وطنية شغل حرية كرامة وطنية جئتكم اليوم من تونس الخضراء هذا البلد الصغير بحجمه الكبير بتاريخه جئتكم اليوم من تونس وقد كانت هذه الشعارات جزءا من شعارات الثورة ولا يمكن الثورة أن تنجح إلا إذا اتخذت مما سأقول ديدنا وشعارا من حق غيري؟ أي من حق أنا؟ لأنني أنا الغير؟ أليس كذلك؟ كثيرا ما تسأل ولازلت أتساءل لماذا تحاكم الأفكار في عالمنا؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا يدرس التعصب في مدارسنا؟ لماذا لا يثمن الإختلاف في أوطاننا؟ لماذا تختال الثورات في مهدها؟ وتشترى الزمم؟ وتستحمر العقول؟ لماذا لا تتوفر للشباب مثل هذه الفرصة؟ ليعبروا عن أرائهم دون خوف ولا رعب؟ لماذا ولماذا ولماذا؟ الكثير من الأسئلة والجواب واحد هناك ظلم في هذا العالم لأن حق الغير مهضوم، مقصن، مأكول وبما أن الغير هو الكل، فحق الغير وحق الكل مأكول ماذا سنفعل؟ من حق غيري أن يتكلم بحرية، من حق غيري أن يعبر عن رأيه، الكل، ولكن الحال أن حقنا مهضوم، أقلية وأغلبية، كلنا أصلا هم من عددوا التصنيفات واختلقوا التسميات عربي، مسيحي، شيعي، سني، مسلم لماذا نعدد التسميات والعنصر البشري واحد؟ لماذا نتشدق بقيمة الشرية والديمقراطية وفي أول تمظهر للاختلاف والتعددية، نرشق الآخر بوابل من الرصاص المعنوي، بل والمادي حتى لن أطيل عليكم كثيرا، فقط أريدكم أن تعلموا أن في المطالبة، في الإمعان في المطالبة، في الحكومات، بالحقوق والحريات، غباء ما بعده غباء وأن الذكاء كل الذكاء في اتخاذ مبدأ الأخذ والعطاء، وحب الخير للغير، كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم فلنعمل معا على بناء صرح الإنسانية السمحاء، ولنعمل على عدم الإقصاء، عوض أن نثني الدهر في الحرب والنهب ولن يكون ذلك ممكنا، إلا إذا اعترفنا بحاجتنا للآخر، لأن الآخر هو نحي، وأنت هو أنا أمان 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 شكرا